هذا صحيح نعم مجمل التصريحات التي استمعنا إليها لا تبشر بكثير من التفاؤل وإن كنت لا أريد الاستعجال في الحكم على هذه الزيارة ولكن كما تعرفون حكومة الاحتلال مصرة عندما تأخذ قرارا بالأمس بتمديد الاعتقال الإداري لاثنين من الأسيرين الذين أضرباء عن الطعام إنما تقول للعالم بأنها لن تذعل لأي إرادة حتى فيما يتعلق بهذا الموضوع البسيط فما بالك عندما يأتي أوباما ويطلب من إسرائيل أن تستأنف الحوار مع الفلسطينيين مقابل مجموعة من الإجراءات على الأرض وربما يكون إحداها وقف بناء المستوطنات أعتقد أن الشارع الفلسطيني ما زال الآن يترقب هذه الزيارة ولا أخفيك بأنه لا يبدي حماسة كبيرة ولكن كما أسلفت لا أريد الاستعجال ننتظر لنرى حكومة الاحتلال الآن تريد جر المنطقة إلى التهلكة وتريد أن تفتح حربا تقول بملخصها وبنتيجتها بأن الفلسطينيون هم الذين أداروا هذا العنف وكانها هي كما قلت الطرف البريء